تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان نموا كبيرا كنتيجة للتقارب السياسي المتزايد بين البلدين في السنوات الماضية وسجل التبادل التجاري بين البلدين نموا خلال عام 2021 ليبلغ مليار واربعة واربعين مليون دولار مقابل مليار وثمانية وعشرين مليار دولار مليون دولار عفوا في عام 2020 التقارب السياسي الكبير بين مصر واليابان انعكس بشكل ايابي على العلاقات كافة وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية حيث سجل حجم التبادل التجاري بين القاهرة وطوكيو نموا خلال عام 2021 ليبلغ مليار واربعة واربعين مليون دولار مقابل مليار وثمانية وعشرين مليون دولار في عام 2020 سجلت الصادرات المصرية ليابان خلال عام 2021 ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون دولار بارتفاع نسبته سبعة بالمئة عن عام 2020 الذي بلغت خلاله ثلاثمائة وعشرة ملايين دولار كما ارتفعت الواردات المصرية من اليابان إلى واحد ومائة مليار دولار في عام 2021 مقابل تسعمائة واثنين وسبعين مليونا في عام 2020 الشركات اليابانية العاملة في مصر حققت نتائج مرضية ومستمرة في توسيع أنشطتها خاصة في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي تتمتع به الدولة المصرية والدعم غير المسبوق للاستثمار الأجنبي من تقديم مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتحفيز الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات المختلفة ومنها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وارتفع حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% خلال عام 2022 وتعمل 107 من الشركات اليابانية في مصر في عدة مجالات تتضمن العديد من الأنشطة الاستثمارية لا سيما في الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية والمنتجات الغذائية والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الاستثمار في الخدمات المالية كما استثمر الجانب الياباني في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس حيث تم الاتفاق على إنشاء مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات يابانية مباشرة 10 ملايين دولار لإنتاج مستلزمات تعقيم ومستحضرات التجميل اليابانية وفقاً للمواصفات اليابانية وسيوفر ذلك المشروع نحو 1500 فرصة عمل وأطلقت وزارة المالية سندات الساموراي وهي أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني ونجحت المالية في الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار إذ بلغ العائد 58 من مئة بالمئة سنوياً لأجل خمس سنوات وقدمت اليابان الدعم لمصر في العديد من أنشطة التنمية الاقتصادية من خلال منح وقروض باليين الياباني والدعم الفني أيضاً ودعمت اليابان إنشاء المتحف المصري الكبير من خلال تقديم القروض اليابانية باليين والمساعدة الفنية في مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم والثقافة إذ يتعاون البلدان من خلال برنامج شراكة التعليم في مصر واليابان وتستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية الموجودة بالسوق المصري وتحتل المرتبة الحادية والثلاثين بقائمة الدول المستثمرة في السوق المصري